عسلام ومرحبا بكم على قناتنا الأخبارية الحياة لا فيك كيفما تعودوا في كل يوم معنا أخبار وأحدثة جديدة أو متنوع اليوم باش نحكيها على تسريحات حزب العمال وتحديدا حمالها مامي اللي قال إنه إسقاط المنظومة الحاكمة بقيادة النهضة هو الحل الوحيد لإنقاذ البلاد حيث اعتبر حزب العمال أنه لا حل لإنقاذ وطننا وشعبنا إلا بإسقاط كامل المنظومة التباقية والسياسية الحاكمة مبينا أن خيارات جديدة وطنية وديمقراطية واجتماعية أمر ممكن شرط التخلص من هذه المنظومة واستعرض الحزب في بيان أصدره يوم الثلاثاء عقد اجتماع لجنة المركزية في دورتها الرابع والعشرون سمية الأزمة العميقة والشيملة والمتفاقمة التي تنخر البلاد في ذا المنظومة الحكم التي مسكت بقيادة السلدة منذ 14 جامب 2011 بمختلف أحزابها وطياراتها واختلافها واتلافها وحكومتها ورؤوسائية وأضافها أن هذه الأزمة بلغت طورا غير مسبوك مع فريق الحكم الحالي وطبرا زيادات المهولة الأخيرة في الأسعار التي ألزمت الحكومة بتنفيذها في إطار سلسلة الإجراءات تقاشفية صاغرة أمام صندوق النقد الدولي ليست إلا دليلا على حقيقة هذه الحكومة وعلى اتلافها الذي يدعمها في البرلمان وفي مقادمة حركة النهضة واستنكر حزب العمال هذه الزيادات داعيا الشعب التونسي للخروج إلى الشارع من أجل فرض التراجع عنها وعن بقية الإجراءات التقاشفية الأخرى التي تهدف إلى تعميق البطالة والفقر والتفريط فيما تبقى من مؤسسات عمومية مما في ذلك الأراضي الدولية للرأس المالية الجانبة في انتهاك صارخ للسيادة الوطنية لا تنسى مش لايك واشتراك وتفعيل الجرس وكم نور قطع لروحكم